السلام عليكم اهلا بكم مطابعين الكرام النهاردة هعمل معكم وصفة حلو قوي هعملها بالقرنبيضة طبعا احنا بنعملوا لمقلي لاما صواني النهاردة هعمل طريقة هلسي وخفيفة ومن جير قلي ومن جير حاجات كتير تعالوا نشوف هنعمل ايه عندي هنا قرنبيضة اسمتها نصين الطريقة دي هعملها بالنص الارنبيضة ونص التاني هعملها لكم الطريقة هتعجبكم جدا زي المقلي بالزبط الطريقة دي تنفع لمطابعي الحمية الغذائية والعملين ضايت خفيفة ومش فيها صعرات حرية كتير قطعت الارنبيضة وغسلته وعندي هنا قرنين فلفل رومي بيدي طعم حلو جدا في الوصفة دي الاكلة دي محبشة زي الاكلات المصرية اللي تحب تأكل منها كتير وعندي هنا قرنين فلفل حار وممكن استغنى عنه بس الفلفل الحار في الاكلة دي بيديها طعم حلو جدا وفصين توم كبار هقطعهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها وعندي هنا حبتين طماطم حجمهم كبير لو الطماطم عندك صغيرة هنستعمل ثلاث طماطنيات اطعمهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي مقعبات صغيرة هنا خلاصا نقطعت القرنبيت بتاعي هحط بقى الخضرات بتاعتي كلها الفلفل والطماطم والطوم طريقة دي سهلة وجميلة وتعجبكوا قوي قوي رشة فلفل اسود معلقتين زيت رشة كمون ملح ومعلقتين خلي واقلبهم كلهم مع بعض كده عشان يتشربوا من التطبيلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين النهاردة انا هعمل الوصفة دي في الكيس الحراري الكيس الحراري بيسويها بسرعة وبيخلي الاطعمة كلها تنتزج مع بعض وميخدش وقت في الفرن فلو مش حابة تستعملي الكيس الحراري ممكن نحطه في حلة نحط كل المكونات دي ونوطي عليها خلص هفتح الكيس الحراري ثلاث فتحات لان لو سبته مقفول زي ما هو ممكن يتفتع في الفرن وما يدينيش التسوية اللي انا عايزها زي ما انتوا شايفين حطته في الفرن يكون درجة الحرارة عالية جدا جدا لحد ما نحس ان هو استوى وزي ما انتوا شايفين طالع يجنن ومهري كده وطاري وطعمه خطير يعني بصراحة لما استحملتش على طول قعد تاكل منه طعمه جميل جدا جدا شايفين عمل ازاي حلو قوي قوي طريقة سهلة وجميلة جدا ومغزية واقتصادية جدا يعني مش مكلفة خالص تقدر يتقدمي معاه عيش وممكن نحط معاه جبنا وفول والكلام ده يعني وهتبقى اكلة حلوة جدا وقال فعلا على قلوبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة